في العين حياتكم في المستقبل برج الحامل هو Justice, Four of Ones و Knight of Cups اشايف ان العلاقة ستستقرر جدا في المستقبل ممكن كمان يكون فيه جواز او خطوبة اي حاجة من الحاجات دي يعني في المستقبل العلاقة فيها امل خبير اوي Justice ممكن تكون تعملوا برج الميزان اشايف ان انتو زائي كنوك هتاخدوا حقوقوا يعني العلاقة هتتحسنوا فعلا هتاخدوه لانتو هتستهلوه انتو تستهلو اتبقوا مع حد بيحبوكو بيقداركو ده فعلا انتو هتاخدوه تمام Knight of Cups انتو طمع لما تلاقون شخصا بيقداركو وتغيروا كل ده هتبدو تقدموه الحب انتو كمان يعني تمام فده اللي جاي نحيطكو في المستقبل طيب اللي جاي نحيطكو في المستقبل هو Nine of Swords, Nine of Ones, Knight of Ones اه ممكن تجيزوه مع حد بورجنيري اشوفان الشخص ده في المستقبل هكون عنده مشاكل شوية محتاج انتو تقفوا جنبه اه مش هعرف لانب الليل بجد ممكن يدخل في مهارة اكتئاب لو ما حدش يوقف جنبه وخلاه فاضفضل Nine of Ones هو هيبزل مجود كدير قوي في الفترة الي جايه في المستقبل هكون عنده شغل كتير مسئوليات كتير هم يحتاج روحها فهيجب ان يحتاج حد يساعده تمام فده يجي دوركو هنا بقى بزات لما كانت هاي بقى موجود الشخص بقى محتاج مستعده وحبه ده اللي انتو غالبا هتقدموله لما يزبط لكم ان هو اه اه اتغير تمام اه نايت اوف وانز لو الشخص ده باعد عنكو اه في المستقبل اعرفوا ان هو ليه سبب يعني حاولوا يتعرف ايه سبب لان هو فعلا 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 يبقى مرغوط جدا فحاولوا تقدروه تمام لان هو مش هيبقى يعمل كده من فراغي ماشي فده اللي جاي لحياتكو نحيتون في المستقبل اه يلا بان نشوف الرسائل والنصائح بتاعتكو الكارتب لا ممكن يكون معانية ان انتم متجوزين ومنكو اطفال ده لبعض الناس الكارتب لا برضو ممكن يكون معانية لبعض الناس انية وانتو تعرفوا بعض من زمان قوي وان دي عشرة كبيرة قوي يعني انتم مش معرفة سانة ما سانة ولا حاجة لأ من زمان عارفين بعض معانية انتم ممكن يكون في عوامل دينية او ممكن حتى عوامل عائلية بتأثر على علاقة بتاعتكو زي مسلا انتم ممكن تكون من ديانات مختلفة او ان انتم مسلا في حد من العائلة اين كان من عائلتكو ولا عائلتهم مش موافق على العلاقة دي او عامل مشاكل كل الاي honest amount is what negative fix.ometers love انتم لازم تبعينوا والشخص الان دين انتم بتحبوه هو هيبدأ ده بعد يعني هو هيبدأ يزبط نفسه وده هايبان شوية اا اا في قرب اخر فبراير تمام هذا الفبراير لماذا هو يبدأ يزبط نفسه ام انتم فعلا هتقدوا بالكوابها غيرا وهتقدوا مبسطين ساعتها ابقوا بيانوا والشخص اللي انتوا بتحبوه وانتوا مقدرين ان هو بيعمله يعني زي كن ما تحبطوهش يعني متقلوش عالي بالزيادة يعني عشان هو فعلا هيجع لي فترة زي اما قلت هنا في المستقبل بدعوه ان هو هيبقى محتاجة لحب ده فعلا متقلوش عالي بالزيادة لان هو هيبقى فعلا محتاج ده قوي تمام بس كنه فدية غالبا ان الرسائل بتاعتكم اهم حاجة من مشكلة اللي هنا اللي هي علاقة بالعامل الدنيا او العامل العائلية لازم تحلوها لان لو هي فضت يعني لو كانتوها على الريانبو وانسيتوها اثر العاقة بالعادتكم بشكل كبير فلازم تحلوها تمام فبس كده احنا كده خلصنا الفكرة دي اللي بدنا ندخل على الفكرة التانية والاخيرة فان احنا كده خلصنا الفكرة احنا كده احنا كده احنا كده احنا كده احنا كده احناك طيب لو انتوا تتعمل مع احد هو عائل جدا بياخد قرارات بعد تفكير طويل يعني هو بيفكر كويس قبل بياخد اي قرار اي قرار انه مستقر ماليا اي قرار ان الشخص ممكن يكون هنا بزايت لو انتم تعلموا مع شخص هلو موضوع عكسي انتو اللي مزع لكم فهو هنا زايت انه حاس انه يخد حقه او انه يتضيق هو بحاجة ان انتم تثبتوا ان انتم احسن لحس انه هنا الموضوع عكسي انتو اللي مزع لانه ان يخد حقه تمام؟ فبس يعني لبنت تتعملوا عن برجة تور ايتوف كابس المقلوب تانو في تنتجز الشخص ده عمره ما هيبعد عنك هو شخص اللي هيحاول بكل طرق ان هو يدفل جنبكو لان هو شايف نفسه في المستقبل معاكو شايف نفسه بيومي عائلة معاكو شايف نفسه بيومي مستقبل معاكو هو عايز يكمل معاكو هو في المستقبل لو انت كملته مع بعض العلاقة مستقرة جدا و هيبقى عندكو استقرار مالي وممكن جدا بإذن الله عندكو أطفال كويسة فهاقدر الشخص رفورته طيب لو بتتعملوا مع برجة الجوزاء كونو في قاكسو سيكس فوانزة شايف ان الشخص ده من جوام الدايق على اللي هو عمره لدنان وزعلان بصوه مش بيبين كده هو بيبين العكس يعني هو بيبين ان هو كويس خلاص ما ينجبش سيرة الموضوع بصوه ان الجوام بيفكر في الموضوع كتير فانتو يعني هو حاول يزبطوكم ان هو كويس بصوه ان هو تحسن بصوه ان تفكروا ان هو زعلكم يعني ما تزلهوش من الاخر يعني هو مش بحتاج زول لأصر هو الواحد الزاق لو تتعاملوا مع برجس سرطان 3 of cups و 7 of pentacles انتو بتتعاملوا مع حد زي كبه كل شوية بيحاول يفرفشكوا كل شوية بيحاول يطلقوا برمود الزعل برمود الزعل برمود الزعل من كل شوية بيحاول حساسكوا ان العلاقة حلوة وكويسة بصوه انتو مش بتستجيبوا خاص فهو بدأ يفكر الامل في الموضوع اللي هو انا بحاول افرفشهم بحاول اخليهم جزالجين بحاول اخليهم مبسوتين معي بحاول افسطهم باقي طريقة بصوه ما مش مبينين حتى بمبسوتين كل ما عامل الحياة حساسهم مددئين اكثر هما بدأوا يفكروا الامل فلو انتو بتقالوا عليهم انا شايف ان انتو اقترع لان هما خلاص يبدأوا يزهقوا ماذا يفكروا خلاص فقدوا الامل مش هيحاولوا تاني تمام لنتسلت معورج الاستريو كابسه سابن فصورز اذا شايف ان ان شخص ده الجرح قوي لما بعد عنوكل يجب ان يرد في اتخريكته فهو قرر حارب حلوكلي عافوشان العلقة ده فهيعمل مهما انتو عايزين وهيماله عشان يزبط لكو ان هو يستهد فس كان يعني هناك كلام اكتر من هذا الشخص ده سيبضل وراكه حد ما انتم ستصلحه لو تتعالي مع فروج العزراء page of swords و the devil انا شايف ان انتم متعلقين بالشخص قوي وانا شايف انتم هو مكلفون اصغر منكم في السن انا شايف ان انتم بالاش تكمله مع الشخص ده لانه عنده اصفات سلبيه كثير و هو ما بيتغيرش انتو متعلقين بحد ما بيتغيرش كل شوية يقول لكم هتحسس ما ان هعملو في الاخر ولا حاجة ما بيحصلش اي حاجة واعتقد ان الكلام ده انتو تعرفوا ان هو حقيه لان هتبقى حصلت معكو قبل كده تمام هحصلت ان هو يوقيو الكلام وفي الاخر ما بيعملش بيه هو بق يعني فمش راكت انتو تكملو مع حد زي كده لو تتعاملوا عبرك الميزان كينج اف وانز و ايس اف سورز انا شاكت انتو تعملو مع حد ااجه عنده اسرار یه حيث ان انتو يعني اللي نا عايز اقولو ان انه كل ما حصلت له مساعد ان اخمال قدس هكتب فذلوقتي قالوا انهم قلونو غيروا بملسة والجهش هكتب علي المجد في ثانية اهまだ يحايز انني عمد صريح معاكم�di bourget حينك يستحرار والما نرى هنا قدسنت اف سورز اتصار وانا شايف ان هو فعلا مصر تمامي يعني باين من كذرة فانا شايف ان تود ستدقوه تدول فرصة طيب لو بتتعامله مع برج العقرب وانا بكاتل برج العقرب اه داث و ايس اوف وانز انا شايف ان الشخص اللي هي عرض عليكم بداية جديدة بداية كلها حب انا شايف ان البداية جديدة ستوقس عيدة للداني انا شايف ان تود فعلا توفق عليها الشخص اللي خلاص هيفتح صفحة جديدة هيتغير 180 درجة هتلاقوه تنبسكوا التعامل مع شخص تاني اهم حاجة بس ان الشخص ده يفضل ميرجعش لطبعه القديمة لو رجع لطبعه القديمة ابعده عني اه بس اهم حاجة انه يعني انا مش حس ان هو يعمل كده بس لو عمل كده ابعده عني لو تتعاملوا مع برج العقرب وانز ولا هاي بريستس انا شايف ان الشخص ده عنده حاجات كثيرة انتون متعرفوه انتون متعرفوهش كويس اوي كده انتون لسه زيك انكم مرتبطين جديد اول يعني يعني الشخص اللي لسه انتون متعرفوهش كويس ولا هو يعرفوه كويس انتون متعرفوهش حتى كل حاجة عن حياته فاتو فانز الشخص ده زيك انه محضار هل هو يحارب عشان لا 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 هو حتى لسه مكررش اصلا فانا شايف ان انتون قبل ما تكرروا كل شوية تسامحوا الشخص ده على غلطاته اعرفوه كويس الاول يعني ممكن هو طبعوه انه هو ما بيتغيرش يعني شايفو كده من المواقف اللي حصلت حاولوه تجمعوه معلومات كفية عن الشخصياته عشان تكررون انتون عايزين تسامحوه لا لا لان مش شرط يتغير وتحالبوا مع برج الجدي أنا شايفا ان الشخص ده هيعمل كل كانan هو يصلح العراقة ان هو شيء الهم شيء للمسؤولية ان هو الغلطه فهو اللي هيصلحه فدي مسؤوليته هو فديه شايفه انه هو مقتنع به انا شايفا ان الشخص ده خلاص بني على حقيقته انتون عارفتوه كويس وشه ضاهر يعني زيك انكم أعرفتو كتاب ولوشه ظهره خلاص انت عارفتو كل صفات الشخص ده هي الفكرة ان انتم خلاص هتقبلوا بكل عيوبه وتستحملوا على كده ولا لأ؟ طميم؟ عشان لا همش هتستحملوا كل عيوبه يبقى بلاش تكملوا معها أصلاً بس من ناحية التغيير هو مقرر يتغلب لو تتعاملوا مع برجة دالو دهيرفنت و دهيرمت طيب الشخص الهيو مخص جداً بيكو بس أنا شايفة الشخص ده يعوز شوية وقت بعيد عنكو يكرر هو عايزي في الدنيا يعني هو مشتت شوية ما بيعرفش ياخد قرارات ممكن حتى ما يكونش عنده أهداف في حياته يكونش عنده خطة يكون مشي فيها كلاه اللي هو زي ما ربنا جاءه حلوة يعني فاشي اخترى ياخد خطرة كلاه شوية بعيد عنكو يكرر هو عايزي بالظهر هل هو عايز اصلاً في المستقبل مثلا يكون مرتبط مثلاً يعني يكون مرتبط مثلاً ولا هو مش عايزي اصلاً ولا هو عايزي اصلاً هو مش عايزي تمام؟ بس من ناحية الحب هو يحبوكو جداً وهيبق ب practice جداً لكم يعنيني مش شايفين هو ممكن حتى جاء احتمال ان هو لفوق لو انتم ما حدو اصلاً اخ carrلك قبل هذا فأكيداً لانش بتحدثك بتحدثك الله عن حد. احسناً وتحدثك عمروه ما عده به الكيات عمروه ما عده بخینه اصلاً فده مش هيحصل يعني فعكي اللي ما عدووش بخينه مش هيعودوا بخينه كناة المستقبل المستقبل هنا فهينت حرص أحود شيئك بعضه عن طقاره كان يريق بس هو عمره ما هيكذب عليكو انه هو مثلا يقولكو انه ما عايز يكمل معيكو وهو من جوالك او مش هتحصل تمام لو بستعاملوا مع برج الحقود 8 of pentacles و king of swords طيب نشوف ان الشابس ده هيحاول يفزي المجهود انه هو يكون احسن انه هو يرضيكو في نفس الوقت هو برضو يفزي المجهود في شغله زائل انه عنده هدف عايز يوصله في الشغل ترقية ولا حاجة عنده هدف كده king of swords ايه بس يعني هو ايه هو هفزي المجهود عشان يصالحكو بس هيستنى عندكم ان انتوا تقدروا المجهود ده اللي هو انتوا تقدروا المجهود ده مثلا انتوا تقدرون اللي حصل ده او كده لو مثلا جيتوا في يوم يقاموا وقلتوا لهم مثلا جبتوا سيديت الخناية دي ويقولك لأ ما عملت كذا وكذا عشان صالحك ولا صالحك انتوا مش مقدرين انتوا مش عالف ايه يعني فهم هيعملوا كده فهم الامسلين كده يعني مسلين انت تقدروا اللي هم بيعملوه يعني هم هم من معلم شهود شكرا